اشتركوا في القناة نقرأ في المدى نواب البصرة يطوون صفحة السجال ويقدمون 49 مرشحاً لحقيبة النفر في الزمان صحة تعزز إجراءات الوقاية خشية تفاقم انتشار كورونا عقب تزايد الحالات في عراق ألترا الكاظمي يرتدي سترة الحشد الشعبي ويتحدث عن صولة نهائية في العربي الجديد العراق يدرس خفض الدينار ضمن خيارات صعبة لمواجهة الأزمة المالية في القدس العربي إصابات كورونا حول العالم تجاوزت 4.7 مليون حالة في عربي 21 تحذير أمريكي للجنائية الدولية من المضي بمقاضة إسرائيل وأخيراً من العرب اللندنية وفيها أوباما ينتقد تعاطي إدارة ترامب مع أزمة كورونا في هجوم حاد دعونا وإياكم نبدأ أعزائنا المشاهدين من مقال نشرا في صحيفة الوصائر وجاء فيها تبقى السمة الأساسية التي يتصف بها الشعب العراقي يثباته وتمسكه بمبادئه وأهدافه وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال بعيداً عن الخضوع والخنوع والسكون والظلم والعبودية ورفض جميع أشكال ومشاريع الاحتلالة التصفوية والفئوية الضيقة أشعب متمسك بثورة تشرين مقال الكاتب إياد العنازة نتابع وإياكم جزءاً منه الآن لم تدرك الأحزاب العاشقة للعملية السياسية في العراق التلاحم الشعبية والإطار الفكرية والتمسك الثوري والاحتضان الاجتماعي والنسيج المتفاعل مع ثورة تشرين مباركة لأنها لم تستطع أن تكون جزءاً من حيوية وتاريخ الشعب ولم تتمكن من تمثيله كونها لا تنتمي إلى جذوره الأصلية ولا يمكن لها أن تكون أداة للدفاع عن حرية واستقلال العراق ووحدة أراضيه لأنها كانت الأدوات والمعاول التي هدمت ومزقت وحدة الشعب العراقي باحتلال أرضه والتعاون مع المحتل الأمريكي وتقديم العون والمساعدة للنفوذ الإيراني وتنفيذ مشروعه السياسي التوسعي على الأراضي العراقية بهذه الأساليب والتوجهات لا يمكن لهذه الأحزاب أن تحمل في أفكارها وخططها وأساليبها مفاهيم ثورية وطنية لخدمة تطلعات وأهداف الشعب العراقي ولهذا فإنها ذهبت بعيدا عندما رأت وتعاملت مع الأحداث التي عاشها الثوار منذ الأول من تشرين الأول 2019 في ساحات الثورة عبر ميادين والساحات الكبيرة في المحافظات الوسطى والجنوبية والعاصمة الحبيبة بغداد بأن الثورة يمكن تصدي لها عندما يبتعد الثوار الحقيقيون عن هذه الأماكن واستخدام الأساليب القمعية والسلطوية في المطاردة والملاحقة الأمنية لعناوين وشباب الثورة وإخراجهم من أماكنهم وتواجدهم وتفرق جمعيهم فجاءت الصورة البشعة لعمليات الاغتيال والقتل والملاحقة والخطف والتغييب القسري للمئات من الأصوات الثائرة يتابع إياد العناز الثورة لا تحددها الأماكن والساحات العامة ولا التواجد الشعبي والجماهيري الثورة في عقول وصدور وضمائر الثوار الحقيقيين المدافعين عن حريتهم وسعيهم لحياة حرة كريمة تعيد لهم استقلال بلادهم وتمكنهم من التمسك بقرار سياسي وطني ودفاع عن الحقوق المسلوبة والثروات المنهوبة والأموال المسروقة للشعب العراقي الثائر إلى ألترى عراق وفيها مقالة الكاتب وليد زياد أو زياد وليد يقول فيه عراق أو العراق لا يلوم إيران على ما تفعله مثل أي دولة تهيمن في إقليم ما كما أن الولايات المتحدة الأمريكية غير بدوة للتفكير بالاستنزاف الاقتصادي العراقي ومصير أجالنا اللاحقة والدولتان يقصد الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى يقول الدولتان تمارسان الفعل الطبيعي للسياسة أما غير الطبيعي هو ما يفعله سياسي العراق فكلمة تنازل هي مفتاح التسوية أو مكسب مقابل إلا في العراق فهي تعني تسوية بين دولتين خارجتين عن الأرض المزيد في هذه المادة انتهى فصل حكومة عادل عبد المهدي بعد سبعة أشهر دامية لم تكن التظاهرات الحاشدة والقمع والاغتيالات والخطف هي المشاهد السائدة فيها فقط بل تخلى لها الحاضر الدائم الصراع الخارجي على الأراضي العراقية منذ ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية في كاركوك ثم الرد على ثكانات كتائب حزب الله في الحدود العراقية السورية ثم محاصرة سفارة واشنطن في بغداد واغتيال سليماني والمهندس وقصف إيران لقاعدة عين الأسد في الأنبار نهيك عن محاولات استهداف السفارة بالصواليخ قبل هذه الأحداث وبعدها نعم هي تظاهرات شعبية خالصة لكنها بحكم الواقع السياسي العراقي أشعلت الاضطرابة في توتر كان مستقرا بين الولايات المتحدة وإيران وخلقت توترا غير مستقرا عبر الاستهداف المباشر للأرواح خلافا للتحرشات السابقة وإذ تحدثنا في مقالتين سابقتين عن طبيعة هذا الصراع ومتغيراته ولأثره على الوضع الداخلي شعبيا وسياسيا لابد من تصديط الضوء على إحدى مفاصله تكون المعادلة على شكل المثلث التالي تمارس الولايات المتحدة ضغطا وترفعه بما يعتبر تنازلا لكن دون أن تخسر شيئا في الواقع وهي تعطي لإيران جهاز تنفس اصطناعي يخفف من ضغط العقوبات الخانقة لنظامها عبر العراق مقابل ثمن تضغط إيران بواسطة حلفائها العراقيين للحصول على هذا الجهاز الذي يبطئ عملية موتها الاقتصادي يتابع الكاتب لا يفكر هؤلاء الهواف في المنطقة الخضراء بتطوير البنى التحتية وزيادة الاعتماد الذاتي حتى مع هبوط أسعار النفط وتدعيات فيروس كورونا وتدعياتهما على رواتب الموظفين والعجز الهائل في الموازنة المالية وهو ما يهدد سلطتهم ذاتيا إلى مقال جديد لم تخلو قضية البحث عن شخصية تتولى وزارة النفط من بعض الفكاهة إن لم نقل الضحكات ومن هذه المضحكات خرج به مجلس محافظة البصرة وهو يبشرنا بأن عدد المرشحين لشغل حقيبة النفط تسعة وأربعون مرشحا فقط فأنهم بانتظار أن تصبح القائمة ذهبية من خمسين مرشحا مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى المزيد في سياق هذه المدى لا أحد منا يشكك في حب السادة النواب للعراق لكن ما يسترعي الانتباه أن حب الوطن انتقل من شعارات الإصلاح ونصوص الشفافية والنزاهة إلى معركة على المناصب ليصبح التعبير عن هذا الحب غوصا في كرسي المنصب ويتحول الوطن وفقا لمعركة تنصيب وزير إلى إعلان عن مزاد لمن يستطيع أن يفرض مرشحه ولو بإيرادة من خارج الحدود لأننا نعيش زمن العجائب فقد أصبحت قضية منصب وزير النفط الأبرز لتتحول من مجرد خبر ينبغي أن يوضع بدون عنوان في صفحة داخلية إلى قضية تشغل الفضائيات فهي اليوم القضية الأبرز ولن نستغرب إذا ما طلب السادة الذين يسعون إلى المنصب بأن تتدخر الأمم المتحدة لكي تمنحهم الحق بالاحتفاظ بكرسي المنصب أو يذهب بهم الخيال بعيدا فيطلبون نجدة حلف الناتو ليخلصهم من هذا الشعب الناكر الجميل الذي يرفض الخروج في مسيرات تعتف بحياة أعضاء مجلس النواب يقول الكاتب لا أريد من مسؤولين الأكارم أن يمضوا أعمارهم في مخيمات للنازحين كل ما أريده وأتمنى أن أشاهد مسؤولا يختنق بالعبرات وهو يخرج من خيمة عائلة نازحة لأن يجلس في الفضائيات ويمارس دوره بتهديد الجميع فحسب اشتركوا في القناة مقالنا الجديد منشور في صحيفة أتلاير الإسطانية التي نشرت تقريرا صلطت فيه الضوء على الأسباب التي أدت إلى انقسام الميليشيات الشيائية في العراق وانشقاق عدد من فصائل هيئة الحشد الشعبية وإعلان ولائها للحكومة المزيد في المادة التالية فرقة العباس القتالية وفرقة الإمام علي وكتائب علي الأكبر ولواء أنصار المرجعية أعلنت انفصالها عن وحدات الحجد الشعبي في بداية الشهر الحالي وانضمامها إلى القوات التابعة للحكومة العراقية وتضم وحدات الحجد الشعبي التي تشكلت في 2014 حوالي 40 ميليشيا أغلبها شيعية إلى جانب وحدات من العشائر السنية ومن المناطق الكردية وأكدت الصحيفة أن انفصال الوحدات الموالية للسستاني وإعلان ولائها للجيش العراقي خطوة من شأنها أن تعقد المشهد وتعمق الخلافات بين بغداد وطهران وأكدت الصحيفة أن الهجوم الذي شنته الطائرات الأمريكية دون طيار في أوائل سنة 2020 والذي أسفر عن مقتر نائب رئيس هيئة الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس إلى جانب قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قد أحدث فجوة عميقة بين الميليشيات الشيعية عمقها تعيير المحمداوي لخلافة المهندس وأوضحت الصحيفة أن الميليشيات الموالية لإيران راهنت على المحمداوي لتولي المهمة بحكم علاقاته القوية مع الإيرانيين بينما رفضته بعض الميليشيات الموالية للسستاني وأكدت الصحيفة أن التوتر بين السستاني وإيران حول قوات الحجد الشعبي وصل إلى ذروته في تشرين الأول أكتوبر الماضي عندما وجهت اتهامات مباشرة لقادة الحجد بتنفيذ حملة قمع وحشية استعدفت المتظاهرين المناهضين للحكومة قتل فيها المئات وجرح الآلاف رجحت صحيفة أن عدد القوات المنشقة عن هيئة الحجد الشعبي سيزيد خلال الفترات المقبلة بعد انفصال الفصائل الأربعة الموالية للسستاني التي يقدر تعدادها بـ 12 ألف مقاتل إلى صحيفة الأيام الفلسطينية وفيها مقال جاء في مطلعه يحكى أن توقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخاطفة إلى دولة الاحتلال الصهيوني مع عشية أداء الحكومة الجديدة اليمينة القانونية كان مرتبطا برسالة أمريكية تتعلق ببسط سيادة الصهيونية على مستوطنات البحر الميت وغور الأردن في سياق صفقة ترامب باعتبار أن هذه الصفقة وفقا لبعض الآراء كانت على رأس جدول أعمال الزيارة الخاطفة مقال الكاتب هاني حبيب نتابع جزءا منها إدارة ترامب تدرس بالفعل احتواء التداعيات المحتملات لإعلان السيادة خاصة مع الجانب الفلسطيني والعربي وكذلك مع الاتحاد الأوروبي هذا الأخير أجل قراره النهائي عند تأيام مع احتمالات أن ذلك تم بضغط أمريكي إسرائيلي مع ذلك فأن الجهود الأمريكية الإسرائيلية بهذا الصدد ستتركز حول دراسة التداعيات الفلسطينية ومدى جدية القيادة الفلسطينية لإلغاء اتفاقات أوسلو باعتبار ذلك الخيار هو الأهم سياسيا في مواجهة قراري إعلان السيادة وصفقة القرن بشكل عام ذلك أن هناك مؤشرات تؤكد جدية القيادة الفلسطينية بتحويل هذا التهديد إلى قرار يحاول البعض القوى الإسرائيلية احتواءه كونه يشكل عائقا مع ظروف أخرى أمام إقرار إعلان السيادة واقع الأمر أن هناك تفاهمات أمريكية إسرائيلية بهذا الشأن لا تجعل من زيارة بومبيو الخاطفة تتركز على قرار إعلان السيادة وفي تقديرنا أن توقيت هذه الزيارة لم يكن مرتبطا أساسا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بقدر ما هو أشد ارتباطا مع الحرب المفتوحة والمعلنة من قبل إدارة ترامب على الصين فقد شكلت إسرائيل ثغرة واضحة في الحرب التجارية التي أعلنها ترامب على الصين فور وصوله إلى البيت الأبيض واليوم وفي سياق الحرب على الصين على خلفية وباء كورونا فإن إسرائيل لا تزال تشكل مثل هذه الثغرة وذلك نتيجة العلاقات المتطورة نسبيا بين دولة الاحتلال والصين فهذه الأخيرة استثمرت أكثر من 25 مليار دولار في السنوات الماضية في إسرائيل كما سيطرت مجموعة اقتصادية صينية على إحدى أهم شركات التغذية في إسرائيل وهي شركة تنوفا نتابع هاني حبيب ترحيل ملف إعلان السيادة الفلسطينية من الصيف إلى الخريف وفر المزيد من الوقت لدراسة التداعيات المحتملة لمثل هذا الإعلان واحتوائها بالقدر الكافي كي لا تشكل المخاطر غير المرغوبة المقال الأخير وهو منشور في صحيفة الجارديان وجاء فيه قال الكاتب البريطاني جوناثان فريد لاند في مقال نشرته صحيفة الجارديان إن جائحة فيروس كورونا المستجدة العالمية منحت من وصفهم بالمستبدين والطغى والمتعصبين ما يريدونه تماما الخوف وغطاء الظلام نتابع شاهد الأدلة الناشئة على أن بشار الأسد في دمشق وشي جينبينغ في بكين يسمحان للمرض بأحداث دمار بين تلك الجماعات التي لا يعتبرها حكامهم بشرة ولا تستحق حياتهم الحماية الأساسية فالأسد يتعمد ترك السوريين في المناطق الخضيعة لسيطرة المعارضة أكثر عرضة للوباء بحسب ويل تودمان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وفيما يتعلق بالصين يقول جوناثان إنها تواصل احتجاز مليون مسلم من الأيغور في معسكرات الاعتقال حيث أضيفت إلى الظروف اللا إنسانية التي يعيشونها مخاوف كورونا ويزعم الكاتب أن تلك المعسكرات ضيقة وتفتقر إلى الصرف الصحي الملائم ولديها مرافق طبية ضعيفة وهي الظروف الأكثر ملائمة لانتشار الفيروس وأكثر من ذلك فإن المسلمين الإيغور يجبرون على العمل كعمال بدلا لغير المسلمين للمسموح لهم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم حسب جوناثان وهو ما يعكس كيف تنظر جمهورية الصين إليهم على أنهم ليسوا سوى سلع يمكن التخلص منها واعتبر الكاتب أن الجائحة سمحت للأقوياء والطغى بالإفلات من العقاب عن القتل والفوضى بينما ننظر نحن في اتجاه آخر تعمل العديد من المؤسسات حاليا على وضع توصيات خاصة تتعلق بالحيوانات الأليفة وبالأخص حال تعرضها أو تعرض مقتنها للإصابة بمرض كوفيد-19 وتؤكد مديرة برنامج الطب الوقائي في جامعة ويسكونسون ماديسون ساندرا نيو بيري أن منظمات رعاية الحيوان تعمل بجد كبير في ظل هذه الأزمة الرهنة للحفاظ على روابط البشرية والحيوانية وكذلك الحفاظ على الحيوانات الأليفة مع مقتنها وتضيف بالطبع هو وقت عصيب على الجميع وهو ما يجعل الناس أكثر حاجة للراحة والدعم من أي وقت مضى وهو ما توفره لهم الحيوانات الأليفة ومن ثم فإن على مقتني هذه الحيوانات وضعها في الحسبان عند التخطيط والاستعداد لحالات الطوارئ بما في ذلك توفير إمدادات الطعام والأدوية مدة أسبوعين إلى جانب الاستعداد لتوفير الرعاية اللازمة للحيوان إذا استدعت الحياة وضعه في الحجر الصحي بسبب المرض كما تقول العميدة المساعدة للشؤون السريرية بذات الجامعة روثان تشاون إلى الكاريكاتير موسيقى 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 ختام الصداد أمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة